فيما يخص حكاية حمدي فتحي تتعرفين قصة حمدي فتحي والعرض القطري وانه هيطلع اعارة ولا بيع النادي الاهلي بيميل بشكل كبير لفكرة اعارة حمدي فتحي لنادي الوكرة القطري بس ده بعد نهاية بطولة دوري ابطال افريقيا طبعا العرض القطري لحمدي فتحي عرض الاعارة قد يصل لمليون ونصف المليون دولار خلال اعارة لمدة موسم مسؤولي النادي الاهلي في الوقت الحالي بيتكلموه مع مارس الكولر عشان يقنعوه بالعرض مارس الكولر مرحب بالعرض بس بشرطين بشرطين اول شرط انه الاهلي يفوز ببطولة دوري ابطال افريقيا التاني انه يكون فيه بديل مناسب لحمدي فتحي سهل سهل لو بسيطة انا يا سيدي ما عنديش مانع اهو مارس الكولر اقول لهم ما عنديش مانع بس تعوض لحمدي فتحي بلاعب وان احنا نكسب دوري ابطال افريقيا ده فيما يخص حكاية حمدي فتحي بس بيع الاهلي مش ناوي بكز معايا في قصة حمدي فتحي عشان العرض فيه بيع وفيه اعارة البيع الاهلي مش ناوي اعارة مش ممكن نمشيها بيع لأ اشتركوا في القناة